وحسبان منه ولهذا نقول إن حكم الإنسان على الظواهر ولو بان له شيء من السرائر هو الواجب وأن النهي عن الحكم عن البواطن والسرائر لأسباب ثلاثة السبب الأول أن السرائر إلى الله وليس للإنسان أن يحكم عليها ولو عرف الإنسان منها شيئا فإنه يجهل أشياء فإنه يجهل أشياء إما بجهل الحقيقة بذاتها من جهة العصر وإما بعلمها ونسيانها وإما بعلمها ونسيانها إما منه وإما وإما من غيره وقد تقدم الإشارة إلى الكلام على السرائر فيما تقدم في قول الرازيين ونكلوا سرائرهم إلى الله الثاني هو جهل الإنسان هو جهل الإنسان بالماضي جهل الإنسان بالماضي وربما عرف الحال ولهذا ينهى عن حكم على الإنسان فيما تراه فيما تراه فربما كان له سيئة ماضية هي أعظم من حسنته الحالية فأخذه الله بما مضى ولم تعلمه أنت ولهذا ربما تعرف الإنسان لسنة وسنتين فلا تحكم عليه بالإيمان فربما كان له جريرة قبلها بأعوام يحتاج إلى أن يعمل سنين حتى يمحوها وقد نسيها من أن يتوب منها والتوبة مفتوحة ولكنه مات منها وقد جاء في الصحيب الحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه قال كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له كركرة وقال يقال له كركرة فقيل إنه من أهل الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار فنظر فيه فإذا فوجد أنه قد غلى ووجد أنه قد غلى يعني أمرا قديما فحكم عليه بالنار فالناس يستحسنون منه ما ظهر أو ما لحق ونسوا ما مضى والثالث هو جهل الإنسان بما يلحق جهله بالماضي أنت تحكم عليه الآن ولا تقول أنه من الجنة لا تذي ماذا يختم عليه وقد جاء في حديث سالة بن سعد وفي الصيحين أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فينا رجل لا يدعو شاذة ولا فاذة من المشركين إلا كر إليها فقالوا ما وجدنا مثل فنال في عمله بالمشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما وإنه من أهل النار أما وإنه من أهل النار فقال أحدهم أنا صاحبه قال فلزمته حتى جرح جرحا شديدا فوضع سيفه على صدره فتحامل عليه حتى قتل نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعجل بها إلى النار ولهذا نقول إن الإنسان يحكم على حكم الله سبحانه وتعالى يحكم على الجميع على الظاهر والباطن ويحكم على السابق واللاحق ولهذا نهي الإنسان أن يحكم على أحد أن يحكم على أحد إلا بظاهره إلا بظاهره ولا يحكم على باطني على ما تقدم الإشارة الإشارة إليه وذلك لهذه الأسباب لهذه الأسباب الثلاثة